موسيقى 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارق عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهد الكريم إلى حلقة جديدة من هذه السلسلة المتصلة بالتأمر والتدبر في هدايات الله المتنزلة في كتابه الكريم التي جعل لها هذا العنوان المبارك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم نقرأ في سورة الأعراف قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا توكل على الله عز وجل وصبر وأصلا لا يكون فلاح إلا بالصبر ولذلك كانت سورة العصر هذه سورة جامعة والعصر إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فكل قاية شريفة تبلغ بالصبر ولا سبيل إلى فلاح إلا بالصبر فموسى عليه السلام يذكرهم بهذا المعنى استعينوا بالله توكلوا على الله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين كان عنده هذا اليقين موسى عليه السلام برغم كل ظاهر الباطل المتضخم الذي كان عند فرعون كان على يقين أن هذا الطغيان كله إلى زوال وأن العاقبة للمتقين فكان يوصي قومه بهذا الكلام والعاقبة للمتقين إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا يعني بدأت بدأ هذه الشكوى يعني أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا يعني كانوا قبل أن يأتيهم موسى عليه السلام في شقاء شديد يسومهم فرعون سوء العذاب قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا هذا حق طبعا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم هذا موسى عليه السلام قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم عدوكم هذا الذي سامكم سوى العذاب والذي فعل بكم هذه الأفاعين عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون هذه التفات من موسى عليه السلام مهمة جدا عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون يعني ليست القضية في هلاك العدو وليست القضية في أن تحل محله أنت وتصبح أنت الذي يعني مستخلفا في الأرض ممكنا في الأرض كل هذا ليس القضية ليس القضية أن يهلك العدو وليست الغضية في أن تحل مكانه وتستخلف وتصبح لك السلطة ولك القوة ليس هذا كله المقصود المهم جدا هو الذي ختم به موسى عليه السلام فينظر كيف تعملون يعني إن وقع هذا كله يعني يعني إن أهلك الله عدوكم فرعون وإن دعلكم من بعد خلفاء في الأرض ممكنين لكم القوة ولكم السلطة ولكم السطوة هل هذه هي نهاية النهايات وهل هذه هي غاية الغايات أبدا فينظر كيف تعملون يعني الاستخلاف في الأرض والتمكين في الأرض ليس غاية في ذاتها وإنما هي وسيلة ولذلك القرآن يحدثنا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الذين إن مكناهم في الأرض هذا كله يأتي من بعد يعني هذه كلها وظائف يؤدونها بعد التمكين لكن التمكين في ذاته ليس مقصدا وليس غاية من الغايات ولذلك عندما نقرأ عن ذي القرنين إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا هو وظف هذه القوة ووظف هذا التمكين في حماية المستضعفين في إقامة العدل في فعل الخيرات هذا كله كان بعد أن مكن الله له في الأرض وفي قصة يوسف عليه السلام وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء فكان أن قام في الناس بالعدل وبالقصط وبالبر وبالإحسان يتصدق ويعطي ويؤدي الأمان على وجهها ويقوم على خزائن الأرض بعلم وبحفظ وبأمانة فعلى هذا فليس المقصود التمكين في ذاته ومن هنا نفهم نحن في عصرنا هذا أنه ليس المقصود أن تصل إلى السلطة يعني ماذا تريد أن تفعل بهذه السلطة يعني كلام موسى عليه السلام هو ماذا بعد يعني يعني ماذا بعد أن يهلك عدوك وماذا بعد أن تصبح أنت محله ماذا بعد موسى عليه السلام يذكرهم بهذا الكلام قبل أن يهلك العدو وقبل أن يستخلفوا في الأرض لأن من البداية ينبقى أن يكون الطريق واضحا يعني ليست غايتنا أن يهلك فرعون فقط وليست غايتنا أن نستخلف من بعده فقط لكن ماذا نفعل نحن ربما صرنا من بعد إلى حال فرعون يعني ربما هلك فرعون وجاء من بعده فرعون آخر يعني فيتبدل الحال من أناس كانوا يرون الظلم يقع عليهم ليكونوا من بعد هم الذين يأتون بالظلم هذا مشاهد في دنيا الناس وموسى عليه السلام ذكرهم بهذه التذكرة الله عز وجل أهلك عدوهم أهلك فرعون وأغرق فرعون وجنودهم وفي سورة الأعراف نفسها بعد هذه الآية التي قالها موسى عليه السلام جاءت آيات تبين أن بذرة السوء كانت موجودة مع حالة الاستضعاف تلك يعني ليس كل مستضعف وبالضرورة هو الصالح يعني فالله عز وجل قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون عن ما قريب وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون هلك عدوهم يعني الذي كانوا يرجون من هلاكه وقع هلك العدو فماذا كان الحال من بعد القرآن يقص علينا أخبار متتالية وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون يعني هؤلاء هؤلاء ناس شاهدوا عما قريب هلاك الطاغير الطاغير الذي كان يرى نفسه إلها من دون الله ما علمت لكم من إله غيري وهكذا فشاهدوا بأعينهم هلاك ذلك الطاغير فلم يأخذ معهم غير وقت إلا لم يأتي عليهم غير وقت غصير فيمرون بقوم يعبدون أصناما فيريدون أن ينصبوا أصناما وينصبوا آلهة هذا يعني أن مجرد الاستضعاف لا يعني بالضرورة أن الصلاح أو الفلاح فبذرة الشر وبدرة السوء كانت حاضرة موجودة ربما كان لطول أمد ذلك الاستبداد وذلك الظلم الذي واغى عليهم أثر في ذلك من بعد قال الله عز وجل واتخذ قوم موسى هذه مصيبة أخرى يعني بعد ذلك السؤال لموسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة جاءوا بأخرى لما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه جاءوا بمصيبة أخرى أنهم حكاها القرآن واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين في موضع آخر من القرآن القرآن حكى لنا أن الذي أضل لهم السامري السامري هو الذي أخرج لهم هذا العجل الذي له خوار وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى وفتنهم لكن نلاحظ في هذا السياق السامري غير مذكور أصلا والفعل كله منسوب إلى القوم دميعا واتخذ قوم موسى من بعده بعد أن ذهب لميقات ربه من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين هذا الأمر فيه دلالة يعني أن لا يذكر السامري هنا فيه دلالة دلالة على أنك إذا أضلك إنسان أنت تتحمل المسؤولية يعني لا تأتي لتقول والله أضلني السامري هنا القرآن ينسب الفعل إلى قوم موسى أنهم هم الذين اتخذوا عجلا جسدا له خوار وأنهم عبدوه وما ذكر السامري أصلا غير مذكور هنا فهذا فعل فعلهم يعني لا يمكن أن تخلي مسؤوليتك بأن فلان أضلك أو أن فلان فتنك أو أن فلان فعل الفعل فعلك أنت وأنت المسؤول فتتابعت هذه الضلالات وتتابعت هذه الانحرافات عند قوم موسى عليه السلام بعد أن رأوا برهان ربهم بعد أن رأوا هلاك الطاغية بعد أن رأوا هلاك فرعون والقرآن الذي يكون حاله الإنصاف أبدا قال بعد ذلك الكلام كله قال سبحانه ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون يعني بعد أن ذكر كل تلك المصائب التي أتوها وذلك الكفر وذلك الإشراك وذلك الانحراف العظيم أكد أن فيهم من يهدي إلى الحق وأن فيهم من يعدل بالحق وأن فيهم الراشدون وفيهم الصالحون هذا من هي القرآن الذي لا يعمم كما قلنا من قبل حكما على فئة من الناس فأكد أنه قد كان فيهم أهل صلاح وأهل خير شاهدنا في هذه الآيات جميعا هو ومفتاح كلامنا كله في الآية الأولى التي بدأنا بها هذا الكلام أن موسى عليه السلام قال لقومه لما قالوا له قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون هذا الذي نختم به أن الإنسان يفعل الفعل الذي ينظر إليه ربه سبحانه وتعالى وأن غاية الإنسان في هذه الدنيا هو هذا العمل الذي يقدمه وعلى هذا فليس هلاك الخصوم أو هلاك الأعداء هو الغاية ولا الاستخلاف ولا التمكين ولا الوصول إلى السلطة هو الغاية وإنما الغاية ماذا تفعل بعد ذلك كله ماذا تفعل بسلطتك ماذا تفعل بتمكينك ماذا تفعل باستخلافك فإن فعلت الخير والصلاح والصواب كنت على طريق النبيين والشهداء والصالحين وإن فعلت غير ذلك كنت على طريق أولئك المنحرفين فالله نسأل أن يهدينا إليه صراطا مستقيمة وأن يهدينا بالقرآن وأن ينفعنا بالقرآن وأن يرحمنا بالقرآن وأن يجعله لنا نورا وهدى وضياء هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة